النقطة المهمة جداً واللي يعني ربما أو أكيد أشهد بها لجميع فكرة الكتاب نعم يعني كانت فكرة جديدة أنا حضرت الكتاب اللي هو على حقيقته أنا زوية عشان كده مخارج حروفك آه الحمد لله يعني الأظهر وقعدت على الأرض وشيخ قعد فوق وبنسمع كل يوم الصبح ده كان نعيم ده نعيم نعيم إن إحنا نربط الأجيال بالقرآن الكريم الفكرة جدت إزاي والجرأة على تقديمها مع أطفال أيوة يعني هو الحقيقة طبعاً إحنا وإحنا صغار زي محرك تفضل تربينا مع مشايخنا في فكرة العلم ده بيعتمد وحضرتك يعني متخصص وتعلم ده بيبعتبر درستك الأزهرية الحمد لله فإنه الفكرة الكتاب قائمة على التلقين أنت الشيخ أو المعلم أو المعلمة تقرأ القرآن ويقرأ من يتعلم سواء أطفال أو كبار وبعدين المحطات بيتيجي بقى بتصحيح بتوقف مع كل قارئ عن محطات الأخطاء عشان تاخد بأيديه لينتقل إلى المحطة الأخرى أو لزيادة في الارتقاء في تعلم مخارج الحروف الأحكام من الغنان المدود بنرقى إلى ما هو أعلى من ذلك بقى نشوف نوع القراءة اللي أنا أقرأ بيها لأنه في روايات كثيرة في تعلم بلهجات اللغة العربية المختلفة فبالتالي إحنا نقينا رواية اللي هي الشهيرة في مصر رواية حفصة عن عاصم وهي التي نقرأ عليها وبنعتمد على فكرة التلقين والتصحيح والتكرار المشاهد هنا من خلال تصحيح الأخطاء بيأخذ بيتعلم معنا بيأخذ ثقافة معنا طبعا الكتاب الذي يقدم مش هو كفاية لكن زي ما قلت قبل كده إنه الكتاب فكرته بالنسبة لي هي رسالة موجهة إلى مؤسساتنا القائمة على ذلك مش المؤسسات الدينية فقط ممكن تكون المؤسسات الثقافية المعنية تحت إشراف الدولة لأنه شيء لابد أن يكون له جهة في النهاية أنا بعود إليها نرجع تاني لفكرة الكتاب كم كلمات القرآنية اللي بتنقش في قلب الصغير أو حتى الكبر بس أنا بيعيني جيلي الصغير لأنه الحفظ في الصغر كان نقش على الحجر فهو لما بكم الكلمات الراقية المباركة هذا القرآن المبارك لما بيصب كده في قلوب هؤلاء الصغار صبا رائقا جميلا وبربطه بجماليات القرآن وبربطه بمعاني القرآن على قد فهمه ومش لازم نغوص في المعاني اللي فوق إدركهم إحنا وإحنا صغار كنا بنسمح تفسيرات من مشايخنا وأشيخنا ومعاني كثيرة بيعلق شوية وبعد كده نسمع تاني فتعلق كلمات أخرى كثيرة ده مهم فأنا كان غرضي من الكتاب لفت الانتباه من جهة المؤسسات ولفت انتباه أولياء الأمور كذلك إلى ضرورة الاعتناء بقراءة القرآن الكريم اللي إحنا بنتعبد به في الصلاة واللي الأطفال كمان بيتعبدوا به وبيهذب الأخلاق وبيخلي عند الإنسان تذوق للغة العربية وحب للغة العربية مش ارتباط بقواعد وفقط لا بحس اللغة العربية أنت النهار ده لما بتحفظ منذ الصغر واتعرف يعني إيه ما خارج الحروف وينطأ الضاد إزاي وينطأ الضال إزاي ويميز بين الضاد بس هيك للمشاكل اللي إحنا برضو بدأنا نواجهها في الجيل اللي طالع طيب طالما بدأنا نتكلم بقى على وإحنا صغيرين والكتاب ودي رسالة عظيمة جدا إن احنا نرجع تاني للحاجات اللي هي كانت متأصلة فينا لا وبتاعتنا وتميزت بها البيئة المصرية والمدرسة المصرية في تعلم تلاوة القرآن الكريم واللي خرجت كثير كثير الكثير والكثير من القراء الكبار اللي هزوا العالم كله بأصواتهم وإتقان قراءتهم للقرآن الكريم